في وصفات ما تأخذ منك في التحضير 10 دقائق وتعطيك نتيجة ولا أحلى أحتاج صنية فرن أحط عليها قصير وعليها ورق زبدة وعندي هنا 2 كيلو من اللحم النعيمي الطاضج حطيت عليه شوية زعتر وفلفل أسود ورشة من الملح البحري بس هذه هي كل مكوناتنا أحط عليها شوية توم إذا أنا حابة نكهة التوم إذا ما حابة أقدر ألغيها أحط ورقة تانية من ورقة زبدة وأغطيها مصبوط وورقة تانية من القصطير وألوفها تمام وأغطيها مرة كويس أحطها في فرن حرارته 200 درجة مدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على حسب ما يسوي معي اللحم طلعت معايا جدا لذيذة رشيت عليها شوية تفلفل أحمر قدمت معاها صراطة خضرة وعسل وأحلى لحمة تعمليها في البيت بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر